جوارديولا يرد على انباء تعاقد مانشستر سيتي مع كيليان بابي رد المدرب الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على التقارير التي ربطت النجم الفرنسي كيليان بابي لعبه باريسان جرمان بالانتقال الى النادي الانجليزي الصيف المقبل ووفقا لمكاغري ودانكان الصحفيين الانجليزيين المتخصصين في سوق الانتقالات فان مانشستر سيتي سيبذل قصار جودي للتعاقد مع مابي وان الشيخ منصور بن زايد مالك الفريق اعطى موافقته لضم اللعب باي ثمن وقال جوارديولا قبل مباراة السيتي وتشلسي في الدور الانجليزي المنتاز في تصريحات النقالة صحيفة ميرور هذا لن يحدث وفي بعض الاحيان لا افهم من اين تأتي الاخبار واضاف المدرب الاسباني ماشستر سيتي لانيون في قلم والا التي يستحقها مبابي او التي يستحقها باريسان جرمان واعتقد ان باريسان جرمان لن يبيع هذا النوع من اللاعبين لاي نادي اخر في العالم خلال السنوات المقبلة وينتهي عقد اللاعب مع باريسان جرمان في يونيو 22 2000 ما يعني ان التعاقد معه سيكون مجانا في ذل عدم تجديد عقده مع النادي الفرنسي وتابع بيب هذا لن يحدث وان بابي لن يأتي لهنا ولن تبادل الرحيم سترلينج او اي لعب كبير اخر لدينا وطلب اغوارديولا مزيدا من الاحترام من وسائل السوشيل ميديا عندما يتعلق الامر بالتكاهنات حول الصفقات لا افهم من اين تاتي الاخبار احيانا ولا افهمها واكمل يجب ان يكون الناس اكثر احتراما لباريسان جرمان واحتراما لماشستر سيتي ولعب باريسان جرمان والسيتي يجب ان يكونوا اكثر احتراما وتم بالطبع ان الشخص الثاني الذي يعرف بالضبط اللاعبين المستهدفين اي الذين اريد بيعهم واي شيء من هذا القبيل وكان ريال مادريد قد قدم ثلاث عروض للتعاقد مع انبابي في السوق الصيفية الاخيرة وكان اخر هذه العروض بقيمة 200 مليون يورو لكن باريسان جرمان رفضها جميعا وحاول منشستر سيتي التعاقد مع هاريكا النجم توتنام لتعويض رحيل الهدف التاريخي للنادي الارجنتيني سيرجو اغوارو والذي انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي لكن سبيرز رفض بيعلعي ومن المتوقع ان يبرم منشستر سيتي صفقة هجومية قوية في السوق الصيفي المقبل حيث يرتبط ايضا بالتعاقد مع المهاجم النرويجير لينغ هلاند نجم بوروسيا دوردموند الالماني